هنروح على كرة السلة رجال زي ما حضراتكم عرفتوا قبل كده كان عندنا طبعا مجموعة من لعبين مصابين بكورونا والحقيقة احنا كنا طلبنا بتأجيل مباراة السوبر ولكن لم يتم تأجيلها وعمر الجندي وهي بقى مين لحقوا المباراة بعد سلبية المسحة ليلة المباراة ليلة الفاينال مع الاتحاد السكنداري الاسبوع اللي فات الدكتور هيسم عاطف طبيبي الفريق اتأكد او عمل مسحة للتلات لعبين الفضلين وعمر طارق وعبد الفضيل ومحمد مصطفى مودي اتأكد ان التلات لعيبة تمام والعينة او المسحة تلعت سلبية والتلات لعيبة الحقيقة انا قبلتهم مباراة في النادي الاهل هم بيتمران وكانوا راحين من الملعب على الجيم فواضح جدا انه انا شفتهم وتوقفت اتكلمت معهم الحقيقة واضح وفيه تركيز وكان معهم إبراهيم الجمال كان ايضا مش جاهز بدنيا لانه كان خارج من الاصابة ومع ذلك ادل عليه كل العيبة الحقيقة انضموا مع بعض وراحوا على الجيم يعني الحمد لله الفرقة مكتملة ولكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين تم تأجيل مباراة السوبر من 8 يناير الى 26 يناير طبعا وفيه تساؤلات كبيرة عن التأجيل لان التأجيل حقيقة كان بدون اسباب وطبعا احنا عرفنا النهاردة ان التحاد السكنداري غير المحترف بتاعهم فالحقيقة جمهورنا الاهلي طبعا بيتساءل يعني احنا كنا طلبين طبعا ان المباراة تأجل للمرتبط او نهاء المرتبط يوم واحد لغاية ما نتاج المسحة بان مش اكتر من كده ولا وتم يعني مقابلة هذا الطلب بالرفض في الوقت اللي تأجل فيه مباراة السوبر اكتر من 18 يوم بدون ابدا اسباب الحقيقة طبعا النادي احنا ملتزم اكيد بكل حاجة ولكن احنا بلا تساءل ولغاية امتى نعد نتساءل حقيقة مش عارف احنا بلا تساءلنا حاجات كتير والحقيقة من لنهاش اجابة من لنهاش رد نتمنى ان شاء الله يكون فيه رد ليه تم تأجيل مباراة السوبر 18 يوم ولكن في كل الاحوال او في كل الاحوال النادي الاهلي بيبقى جاهز وبيلعب والعيبته جاهزة وبنلتزم بلوايح وقوانين الاتحادات والقارات بتطلع من اتحادات الالعاب كلها طبعا كل التوفيق لكابتن احنا بتوفيق والرجال عندهم موسم او رجال كورتسال عندهم موسم طويل السنة